أحسن الله إليكم سماحة الشيخ يقول السائل إذا كان الإيمان والكفر يكونان بالقول والعمل والاعتقاد فهل يكفر من استهزأ بالله ورسوله ودينه بقلبه؟ ما لم يتلفظ إذا ترك هذا خوفاً من الله وقع في نفسه شيء تردد في شيء ولكنه لم يتلفظ فإنه لا يواخذ عفيا ليمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل الوسواس يحصل والشيطان حريص ولكن الإنسان يملك لسانه ولا يتلفظ ويستغفر الله ويزول عنه هذا بإذن الله